زي من اوهنا في بداية الحلقة الفقرة دي اعتقد هتهم يعني كل سيدة تحديداً وكل بنت اللي احنا هنتكلم فيها عن تعزيز جمال المرأة وإيه دور الفعت من زعماتها انفداء وازاي ممكن انا اهتم بشعري اهتم بالدوافر اهتم بالبشرة لان هي مش فئة صغيرة او قليلة بتعاني منها لا فئات كتيرة جداً عندنا الاسف الشديد بتعاني لو واحدة بتعاني مثلا متساقط الشعر هتلاقي برضو التالية بتعاني من الازافر من البشرة ممكن واحدة يبقى فيها كل ده يعني فخلينا نعرف اكتر مع دكتور دينا السعودة اللي من ورانك العادة بونجور جداً بونجور بونجور يا نهوان لأ من النهاردة ملف مهم بس قبل الملف عايزة طبعاً أبركلك على أحسن أعلمية رياضية لذا كتير بقى وبجد تستحقيها يعني جمال كارزمة ثقافة فيكي كل مقاومات المزيعة لنك الحقيقة حقيقة كل جزوء الله يا دكتور نهاردة ملف مهم لأن زي منك تبقول بجد ما فيش عضاقة سيدة لا تعاني من مشكلة ما من اللي أنا ذكرت أو زي ما قلت كل المشاكل دي مع بعض فنبدأ من هنا ونتكلم عن الصحة والجمال وارتباطهم الوثيق أعتقد ببعض طبعاً إحنا كستات على طول بنرجز في شكلنا الشكل الخارجي هو اللي بتدينا ثقاف نفسنا ونبقى ست يعني منتجة في المجتمع مفيش ست فينا يعني بلا استثناء ما بتعنيش من مشكلة في شعرها أو مشكلة في وشها جلدها جمال بشرتها أو مشكلة في دوافرها الحقيقة جاي أتكلم معاك النهاردة عن إزاي نقدر نعتني بجمال البشرة وجمال الشعر وسحة الأضافر مع المكمل الغذائي الرائع اللي فيه كل الفيتامينز اللي البشرة والشعر والدوافر محتاجنا حلو جداً ألف مالتي فيد ألف مالتي فيد خلاص بقى جماعة بقى جزء مننا بقى خلاص طبعاً هنتكلم بس لو تسمحيلي بقى نروح لفيتامين فيتامين لو هبدأ بالشعر تساقط الشعر أزمة عالمية يعني تحديداً كمان لو هنتكلم عندنا ورجاله وستات بصراحة مش هقول بس إن المشكلة دي بيعاني منها بس السيدات ليه؟ ليه أصلاً بيحصل تساقط الشعر؟ ليه برضو لو أنا هبعد عن الوراثة تماماً أنا هتكلم الأزواب الخارجية التانية اللي بتؤدي لتساقط الشعر نستحمى نلاقي شعر كتير أو يوقع بتصرحي شعرك مثلاً غلط يعني خلينا نفهم من حضرتك أكثر عوامل كثيرة جداً جداً بتؤدي إلى تساقط شعر من أهم العوامل أولاً الضغط النفسي إحنا طبعاً إحنا كستات عطفيين طول وقت عندنا سترس لا ده معانا بقى على طول ده هذه المشكلة فمنحاول أن احنا بقدر الإمكان أن أقله شوية لأن الكورتيزول لما بيعلى في الغضة القذارية على اللونكتر بيوقع الشعر أحياناً طبعاً فيه أمر يعني أنا هتكلم على الفيتامينس المهمة مدام ما عنديش مشكلة في المناعة يعني مشاكل المناعة بتأدي لحاجة اسمها ألوبيشيا إن الخلايا المنعية بدل ما بتهاجم الفيروس والإنفكشنز بتاعتنا بتخش تهاجم بصيلة الشعر دي أمراض منعية بنحتاج دكتور أو ستات كتير بتعاني من خمول في الغضة الدرقية ده بيقادي لتساقط شعر طيب أنا ما عنديش بقى مشاكل مرضية ما عنديش وراثة لكن شعري بيقع ولطيفة ومعنديش ضغط قصبي بس الشعري بيقع يبقى وقتها أقدر أقول نقص شديد في الفيتامينس والمينرالز من أهم الفيتامينات اللي بصيلة الشعر محتاجها طبعا الكريمات مهمة والمسكات مهمة والسيرة مهمة بس كل الحاجات دي خارجية لازم طول وقت أقول من جوة لازم عشان الهير فولك أو بصيلة الشعر الدم اللي بيوصل لها يبقى فيه بايوتين بايوتين من أحد مشتقات بي مهم جدا لكثافة الشعر وعدم تساقطه الزنك يمكن الناس بقى مش عارفة أن الزنك مهم للشعر يعني نسمع البيوتين ومنلاقي فيتامينز بالبيوتين لكن أنا عايزة أقول لك أن الزنك والنحاس مهمين جدا لصحة الشعر أي حاجة بتتجدد عندنا لازم فيها زنك ونحاس الكوبالامين فيتامين بي 12 اللي مسؤول عن تكوين خلايا الدم الحمر طبعا الأنميا سعاد بنحتاج حديد وقتها لأن لو في نقص الحديد لازم أخذ فيتامين أو أخذ المصدر الحيواني هو الحديد يا جماعة ده مهم جدا لا يعود الكوبالامين فالكوبالامين مهم مع الحديد مع البروتينات البروتينات الشعر عايز بروتينات فلازم نأكل البروتينات مفيش حاجة سمعني بقى فيجيتامين يعني أنا ضد الفيجيتامين الحقيقة وضد أن أنا أقطر في اللحمة أنا ما بقولش كل يوم لأنه برضو ممكن اليوريك أسيدي على لكن ناكل لحمة مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع طبعا لها طبعا أسباب مختلفة اللي هما بيكلوش اللحوم يعني فيه ناس بتقولك كده حرام والحيوانات وفيه ناس بتحبش أصلا ما بتحبش طعمها بس فعلا وده لازم يتم تعويضه بشكل مكثف ولو مش هنعوضه في الأكل بنعوضه بالفيتامين فده عشان كده إحنا بنتكلم عن المكامل الغذائي في غاية الأهمية الفيتامين إحنا محتاجين الإنتيك يومي مش 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 يوم أخد فيتامين وعشرة يوم أخدش فيتامين لا عشان النتيجة تظهر لازم يبقى يعني باستخدام مستمر زي الكورس زي ما بتقال ثلاث شهور وبعد كده تكمل تشوف دي نقطة مهمة جدا طيب برضو من الحاجات اللي هي زي ما بتقال كده المثز أو الحاجات المعروفة وإحنا بنصلح مع حضرتك هل حلاقة الشعر بالموس لأن الناس كتير برضو عندهم الثقافة دي يقولك إحلق شعرك بالموس يطلع كويس هل دي أصلا حقيقة؟ لا العيز العيز وفي بنات بتتجه لده على فكرة؟ لا 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 البنات أنا بالنسبة لي أحسن أنك أنت كل ثلاث شهور تشيلي المؤصف لكن فكرة الموس وكده ده ملوش علاقة لو حد بيعاني من مشكلة أصلا وفروتهم يحطوا توم أنا ما شوف ده لا إيه يا منتي الدم اللي فروسك ده؟ يجرحوا لأدي جديدة لا شفتها؟ لا والله أيوة والتوم اللي هو طيب خلاص قولي توم يعني أسهل أنك تخذ أو حطي على شعرك حايدها بس ما دك مش توم على الريق عشان بيعمل كرحة التوم مهمة قوي للشعر مهم جدا هو مهمة للشعر والمناعة واللي حوالينا بصراحة يعني بقى مش مهمة ليه وخالص خدوا فيه بيبقى حبوب توم لكن لا حطوا التوم في الأكل مفيش مشكلة بس ما ناخدوش على معدة فاضي عشان ممكن يعمل كرحة خلوا بالكم هو الجاز الأبيض هل فعلا برضو دي من الحاجات المنتشرة بيفيد فعلا الشعر يا حط جاز على شعري؟ بيفيد لحد ما أنا كنت باعمل ده زمان بيدي لمع حلوة قوي ده نجيبه من البنزينة ده ولا نجيبه منه؟ من الكوافير بقى بيبعنده جاز أبيض بس نرجع ونقول تاني انت كل الحاجات دي بتعالج من بره انت عايز تعالج من جوه الروتس أهم حاجة عشان لما الشعرية تطلع لازم تطلع سليمة فجزء خاص بالأكل والجزء خاص به المكملات الغذائية ونحن نتكلم عن قلب مالتي بيت اللي فيه فيتامينس كثيرة خاصة وبتساعد نمو الشعر طيب ده بالنسبة للشعر نخش على البشرة بقى برضو البشرة من يعني المؤثرات اللي بتأثر فيها بشكل كبير الحالة النفسية والمزاجية والنوم وكلام ده كله برضو ايه تاني يعني تلاقي ناس عندها مثلا ألوان أو بقع في الوش فيه ناس المسامة عندها واسعة بايد فورت هي نازلة كده أو يعني طبيعي بشرتها كده بنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لازم نعرف نعتني ببشرتنا كويس قوي بشرة حلوة يبقى لازم نشرب ميا كتير كتير فعلا على قل الليترين في اليوم عايزة تبقى بشرة حلوة مناخد فيتامين اي مناخد فيتامين سي فيتامين سي مهم جدا لأنه بيعززلي على إنتاج الكولوجين الكولوجين بروتين أساسي يمكن 70-80% من حجم بروتينات جسم الإنسان عبارة عن كولوجين وبينقص بعد سن الخمسة وعشرين سن بدري فلو أنا من السن ده عشان كده بقول البنات اعتنوا ببشرتكم من سن العشرين ما فيش حاجة أسمع لما عادي الأربعين لا لأن الكولوجين بينقص في العشرينيات فلازم تعوضي على التقليل بتاع الكولوجين بنكتغدي إنتاج لفيتامين سي طيب فيتامين بي احنا طبعا منسمع فيتامين بي ده تمثيل غذائي للاعصاب والحاجات دي لكن الناس كتير ما تعرفش أن فيتامين بي مسترايزر عالي جدا ترتيب عالي جدا للبشرة وبيمنع التأخر بأخر لتعجيز البشرة فيتامين إي تلاقي ساعد بنات هنا عندهم تشققات فيتامين إي بيعالج الكلام ده الهالات السودة بيقدر يحسن الهالات السودة لأنه بيحتوي على الكوبالامين كمان اللي هو فيتامين بي اللي هو الفيتامين بي 12 وبيساعد على تأخر أو بيساعد على التصبغات بيحسن جدا التصبغات كتير بتلاقي بنات كتير وشها ما عندهاش توحيد لون بشرة وبتضطر الصبح حتى بنات في الجامعة بشوفهم حاطين فول ميكب أنا فاكرة يعني أنا عطوة بقول الجامعة بحط الترتيب بتاعي واشرب مية واخد السبليمت وأنزل روح على المحاضرات بتلاقي بنات غزب عنها بتحط كمية فونديشن عشان تداري التصبغات بتاعت وشها ده كارثة لما تحط ميكب وتظهر في الشمس وتقعد فترة طويلة الجامعة بقى 8 ساعات ولا 6 ساعات انت بتدمري بشرة تدمير ذاتي وعايز اقول لك في البحر احنا داخلين على الصيف استنيني بقى أنا ماشهد بيستفزيني زي ألاقي ان احنا عادينا على البحر ومش مهم فين بقى الساحل وتلاقي فول ميكب وقعد بتاخد تان لو انت حتى فول ميكب ما اكون واحد طبعا حر في الاول في الاخر لكن احنا نتكلم من ناحية الصحية ده تدمير ليه البحر البحر يعني سان سكرين أو سان بلاكو بتروح يتاخد تان والله دي نصيحة من القلب احدش يدمر بشرته لان مرة في الثانية في الثالثة سانة في الثانية في الثالثة هتلاقي الواحد بيعجز قبل سنه بحيبة بلاس تان طبعا ويريت ما ننامش بالميكب يا بنات ياريت يعني بتلاقي بنات وسيدات بيناموا بالميكب بيكسلوا وخسلوا وشهم قبل ما يناموا دي كرسة الميكب ويخش المسامات بالليل انا عايزة بشرته تبقى نظيفة تتنفس اكسوجين صح ياريت نخسل وشينا قبل ما ننام من الميكب ضروري ضروري واللي بيقعد اصلا يعني اكتر فترة ميكب مفروض نعط بيها احنا بنعمل ميكب مثلا ثمانية الصبت مفروض نخسل وشينا بعد قد ايه بالزبط الفترة اللي ممكن نعط بيها مسموح مسموح على طول اولا بس احسن حاجة متتعرضيش لشمس وممكن قبل الميكب احط السونسكريم بتاعي والسونسكريم مبقاش اويل يعني بحط السونسكريم مبتعرضش وممكن احط الترتيب بتاعي على فكرة بتلاقي بلوجرز كتير ميكب ارتست يقولك قبل ما تحطي الميكب رطبي على طول وتحطي اهم حاجة لما تروحي تخسلي وشك متنى مش بيه خالص نصايح مهمة جدا يا دكتور خايمة نروح لأسئلة المشاهدين لان لازم نرد احنا كنا قلين للناس وعدينهم اي سؤال حييجي هنسأل دكتور دينا علي ايمان احمد بتقول صباح الخير كنت عاوزة اسأل دكتور دينا ايه سبب رائحة النفس الكريهة كنت عاوزة اعرف هل ممكن الاقي قلب مالتي فيد في شرم الشيخ رائحة النفس الكريهة ممكن يكون فيه امراض في اللاثة لكن لو هتكلم ان ما عنديش مرض يبقى نقص حاجتين من الفيتامينز فيتامين دال يا جماعة مهمة جدا عشان كده بقول نتعرض للشمس 10 دقائق بالسام بلوك بتاعنا يوميا والكالسيوم لازم نتأكد ان فيتامين دال وكالسيوم موجودين بطريقة كافية لان الوقتها ممكن السنان تتكسر ممكن الاكل يتحشر مع السنان اللي تتكسر هتعمل بكتيريا فهيطلع ده فيه نش متجوزة بكتير بتعاني من الموضوع ده موضوع سنستيف انهم ما يحكوا لبعض وحد حكا تاني يزعلوا حاجات زيك لا بس فعلا ملأ يعني موضوع في غاية الاهمية ولازم نخلي بالنا ده حاجة ليه علاقة بالهايجين يعني محمد عادل بيتكلم ايه سبب الصداع المستمر الدوخة من فترة للتانية وبكون واكل كويس ونايم يعني عشان برضو ما يبقاش ده مربوط بده مع العلم عنده 35 سنة بس مش بمارس رياضة ولا بتحرك كتير بسبب طبيعة الشغل انا على طول بكون قاعد مهم قوي نلعب رياضة اما اقولش رياضة يعني يروح يشيل اوزان في الجيم يتمشي يمشي يتحرك ده مهم جدا اشرب مايه كويس قوي ممكن تكون ما بتشربش مايه وتعمل السي بي سي مهم ان يبقى عندي الحديد والهيموجلوبين كويسين لان نقصهم بيقدي الى صداع ونقص فيتامين بي كومبليكس بكل انواعه بيقدي الى صداع فلازم تتأكد ان الفيتامينز عندك تمام وتاكل اكل صحي وتلعب برياضة خفيفة انا ما بقولش رياضة يعني نهري نفسنا في الجيمة خالص بس تحليل السي بي سي ده برضو زي ما حالك بتتكلمي مهم جدا فعلا وفي ناس بيبقى عندها مشاكل في التنفس التنفس لما بيبقى فيه مشاكل فيه برضو ده بيقدي الى الاكسجين في الجسم بيبقى قليل فبيجيب تالي صداع طبعا لان تحليل السي بي سي الهيموجلوبين والحديد وليلين يبقى الرئة مش هتعرف توصل الاكسجين لكل الخلايا الخلايا كلها عايزة اكسجين فلازم اعمل التحليل ده عشان اتأكد ان ما عنديش انامية واتأكد ان كفاءة الدم عندي سليمة عشان ما يجليش صداع وما يجليش نهجان لعلمك من احد اعراض الانمية ونقص الحديد ونقص فيتامين بي 12 التنفس اللي انا مش عارفة اخد نفسي لان كنت تتغطي عن الرئة جامد قوي عشان تطلع لك الاكسجين لكل الخلايا صحيح طيب يعني هوا الاسئلة لسه كتير نكملها ولا نخش على الاسئلة اللي عندنا احنا طيب اه انا انا ممكن اروح للدوافر لان في سؤال كمان خاص بالدوافر يعني في حد بيسأل عن ان الدوافر في ناس بتعاني من مشاكل فيه الوان الدوافر فيه اللي بيبقى لون اصفر ولون على اورنج شوية فيه ناس دوافرها كل ما بتطول بتتكسر يعني دي حاجات كامل ناس كتير بتعاني منها يمكن سهة برضو معنا بتسأل حضرتك السؤال ده طبعا مشاكل الدوافر في كل الاعمار بنات صغيرة وستات كبيرة وكل كل كلام ده اهم حاجة احنا نعرف نعتني بدوافرنا قبل ما ننام نحط نحط كريم بتاعنا حوالين الجلد ده مهم جدا لو البنات اللي بيحطوا الاكلاريك والجل والحاجات دي هتحطوها بس دوني سبيس من غيرها يعني دوني سبيس حل عشان تتنفس عشان الدوافر نفسها تتنفس ده مهم جدا مش بالسنة انت كاتمالي الدوافر بالجل والاكلاريك ده حاجة تاني حاجة موضوع الالوان الالوان العلامات البيضة اللي احنا بنشوفها دي بتبناتيك نقص زنك طبعا انا شايفه هو على الشاشة الزنك عندي في ايب مولتي في 23.9 اعلى تركيزي في الزنك طيب ان حاس مدام فيه زنك يبقى لازم لما اخد سابليمت فيه زنك لازم يبقى فيه حاس لازم لان لا يمكن الزنك هيشتغل من غير نحاس من اهم المشاكل برضو بتاعت الضوافر نقص الكالسيوم كالسيوم مهم لتكوين العظام لتكوين الاسنان لتكوين الضوافر ولصحة القلب وعضلة القلب مش بس تجميلي الكالسيوم مهم جدا لانقباض عضلة القلب من غير كالسيوم القلب مش هيشتغل وقصاده مغنيسيوم عشان ما يبقاش انقباض بس انا عندي انقباض ولازم قصاده انبساط اعتقد قلب مالتي فيت هيبقى رائع جدا لو استخدمته اولا قلب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء لازم كل مرة في الحلقة اقول لا دي نقطة في غاية الاعمال لان في ناس بتستسل وتروح تشتري ادوية ما عندهاش ترخيص والترخيص ده هو اللي بيديك الامان في الاستعمال فما ينفعش ان انت تسيب صحتك لأي دواء كده من غير ترخيص فده نقطة اكيد لازم نأكد عليها كل ما مهمة او يمكن في الكول سنتر حد مش في الكول سنتر في السوشيال ميديا بتاعتي راحوا السيدلية الفلانية فبقولوا ده لسه ما توفرش في السيدلية الفلانية انا بس بقول احنا بقلنا شهرين انا عندي اكتر من ستين الف سيدلية في كل محافظات مصر محافظات كتيرة جدا فاحنا منحاول بقدر امكاننا حاول نوفر في اسرع وقت عندي ارقام شركة باي ناتشرا على على الشاشة يكلموا على الارقام والكول سنتر هيقدر رشح لكم السيدلية ده اسهل بكتير ده اسهل بكتير ولو فيه قزمة في محافظة ما رغم ان حريك بتأكيد ان ده مش موجود ممكن حد يبعد تجيبه مثلا من القاهرة او حاجة ممكن مفيش مشكلة يعني ممكن فيه شحن اصلا في شحن مفيش اي مشكلة عندي شحن في كل محافظات مصر ويقدروا يتكلموا حتى على كول سنتر يسألوا اللي هم عايزينه انا عاملة الترينيج بتاع كول سنتر شطار جدا اكني انا اللي برد يعني فاي استفسار هيقدروا يردوا على استفسار السادة المشاهدين كويس جدا هو فاضل دقيقة فانا مش عايزة برضو انسى الراجل يعني عشان ايه حرام حرام يلا برضو المشاكل اللي احنا قلناها اكيد كلها ممكن رجال يعانوا منها فاحنا بنتكلم هنا في العموم احنا لا نتحدث عن فئة معينة اللي هي السيدات اللي احنا بنتكلم ان هذا المكمل الغذائي بيفيد ايضا الرجال والولاد الصغيرين لان برضو مشاكل الشعر والحاجات اللي زي كده بيعاني منها الرجال عندنا بشكل برضو كبير جدا يمكن شباب صغير يبقى عنده نسبة صلع او حاجة واحد بيبقى مشتارة خلي بالك السيدات مع الحمدالله يعني ربنا كرمنا ان ما عندناش جين صلع يعني دي حاجة حلوة لكن الرجل بيبقى عنده احيانا طبعا جين الصلع تحالي دكتور عندنا جين صلع حاجة لطيفة الحمد لله هذا حاجة علمية عندنا جين تساقط شعر لكن الصلع تم لا هو الرجاء فبقول لأي رجل شعره عنده مشكلة في الشعر وبيتتساقط يلحق نفسه بقلبة مالتي فيت لانه عندما حصل صلع مفيش فيتامين بيعالك بيلجأ إلى زرعة شعر وقتها ويقدر يستخدم مالتي فيتساقط لكن لو في صلع مفيش أي فيتامين هيقدر يطلع شعر فقبل ما ألجأ قبل ما أوصل بقول لأي رجل قبل ما أوصل للصلع أبتدي أستخدم الفيتامينات المهمة والدعمة لعدم تساقط شعر ويمكن دايما هذا الشعار الوقاية خير من العلاج بتمشي مع كل مجالات التب حتى التب التجميل يعني نقطة أكيد مهمة دكتور دينا نورتينا حاببتي والنهاردة ملف مهم وكل ملف بصراحة بيبقى مهمة بس إن شاء الله سيبقى معنا ملفات أخرى كمان مهمة للأسبوع الجاي شكرا لك تشوفك قريب إن شاء الله باشكر حضراتكم على متابعتنا النهاردة نشوفكم في حلقة جديدة وعشرة صبح في الآن اشتركوا في القناة